تزامنا مع تخصيص هذا العام عاما للوقف وإبراز دوره الحيوي في النهوض بمختلف القطاعات دشنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية السهم الوقفي وقف المرأة تيمنا واقتداء بإسهامات المرأة منذ فجر الإسلام في إثراء التكافل المجتمعي والعمل على إنمائه وتطويره من أهداف هذا الوقف إنشاء مركز ابتكاري استثماري يخدم المرأة بحيث أنها تستطيع أن تؤدي هذه الفعاليات في المجتمع بالشكل المطلوب كذلك تحقيق الشراكة المجتمعية في مقال القرآن الكريم وفي مقال تطبيق وتنفيذ الفعاليات الدعوية والتوعوية بشكل عام ويسعى وقف المرأة إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم والإرشاد الديني للمرأة والأسرة في كافة مستوياته بما يساهم في إرساء بناء حاضر مشرق للمرأة ومجتمعها الذي ينشأ في كنفها ورعايتها وتأسيس قاعدة وطيدة لمستقبل جيل محافظ على هويته العمانية ومرتكزاتها الراسخة أوقاف سابقة أوقاف العمانيون وكان المرأة مساهمة في الوقف وبالتالي يأتي هذا الدور أو يطلق هذا السهم متزامنا مع عام الوقف من أجل تصديط الضوء على وقف المرأة وأن المرأة أدوارا في الجامع الوقفي ودعم مسيرة الوقفية للمرأة العمانية ويهدف وقف المرأة ومصارفه بصورة رئيسية إلى مشروع بناء وتشغيل مركز ديني تتوفر فيه البيئة التعليمية والإرشادية المناسبة للمرأة بجانب دعم برامج تعليم القرآن الكريم ومشاريع تعليم المرأة وإرشادها دينياً بالإضافة إلى تفعيل ما يكفل استدامة الوقف والمشاركة في إدارة واستثمار أموال الأوقاف النسائية الخاصة والعامة بما يتلاءم مع اختصاص هذا الوقف